أما بسبب خروج أول شيء والله ما أنا بنا أدخل في نيات الناس كلبوهم القناة على ما قاله ساس هرم لكن بيجيك واحد اثنين ممكن يسوي فيها مؤامرات حني القناة حن نعرف أنها كيان أيو يعني تعتبر هي مثل الحكم يعني مستحيل تكون القناة تدخل فيه مؤامرة هذا مستبعد نهائيا ولكن بروح التنافس الجمهور يتساءل يقول خروج عبد الله بل بعضهم يجزم خروج عبد الله كان مؤامرة نعم وأنا أجزم معهم الخروج كان مؤامرة نعم طيب تعرف الأشخاص ما ودي والله أدخل بالذمة بالضبط لكن تبينت عليهم منهم تبينت عليهم يوم جدت أنا بالحقوق وراجعتهم جلسة وياهم وأقنعتهم بذي الحاجات كلبوها من زملائكم متسابقين ولا من الإدارة لا لا والله هم زملائي لا والله لا والله أكبر دليل أنت شفتهم في إبراه عبد المجيد والله العظيم يقول ما بعد أنزلت دمعتي أني استغربت أنه ذاك الليلة أنزلت دمعتها يعني رجان يكون في الصدر لكن يعني تأمر كامل إدارة من إدارة العليا من إدارة العليا إدارة برنامج أيو 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 فيه شخص شخصين نعم تعمدوا وش يستفيدون من خلال عبدالله العرقيم؟ لبيك؟ وش يعني وش بيستفيدون؟ إن عبدالله العرقيم ما يجامل ما عطينا راحتنا يعني كنت ضد كل ما طلبوت كنت ضده؟ ما هو ضده أنا مشيت على أساسيات برنامج صح بالمليمتر هم يمشون على على يمكن شيء يبونه لهمهم أنا كمتسابق أديت اللي علي وفوق اللي علي وانا بيلي أقوله أنا أتفاخر بنفسي لا والله ما أنا أتفاخر بنفسي كل نشوف ويشهد هذا اللي بقول نقدر نعرفهم أشخاص دولة فيني؟ لا بني بينهم الله سبحانه تحتفظوا لأسمها؟ نعم على ما قاله واللي داخل البرنامج قدر شجاعتك في كل حوال أنا أعترفه وقال يعني أنا قالها مؤامر وفعلا اللي داخل البرنامج ينشي بره البرنامج الجمهور من البارح والله يعني جمهورك صراحة وفي جمهور عبد الله جمهور كبير جمهور وفي حتى الحسابات عندي البارح اسأل عبد الله اسأل عبد الله كأنهم عارفين الوضع ولكن المظلوم في يوم من سينصر